حدثني يحيى بن سعيد عن عكريمة بن عمار قال حدثني اس بن سلمة أن أباه أخبره أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه مسكوم قال حدثني يحيى بن سعيد عن عكريمة قال حدثني اس بن سلمة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت إلى فيه بعد قال حدثني جعفر بن عوين قال حدثني أبو عميس عن اس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال جاء عين للمشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما طعم أن سلمة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل أقتلوا قال فابتدر القوم قال وكان أبي يسبق الفرس شدا قال فسبقهم إليه قال فأخذ بزمام ناقته أو بخطامها قال ثم قتله قال فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه قال حدثنا صفوان قال حدثني أبن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبوها قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال بايعناه على الموت قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن عمري بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جبري بن عبد الله وسلمتا بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زهير وحدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة عن سلمة بن الأكوع قال كنت أسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قدت قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثنا إس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وغطفان فبينما نحن كذلك إذ جاء رجل على جمهل أحمر فانتزع شيئا من حق بالبعير فقيد به البعير ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى قال فنظر في القوم فإذا ظهرهم فيه قلة وأكثرهم مشات فلما نظر إلى القوم خرج يعد قال فأتى بعيره فقعد عليه قال فخرج يركضه وهو طليعة للكفار فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء قال إس قال أبي فاتبعته أعدو على رجلي قال ورأس الناقة عند وارك الجمل قال ولاحقته فكنت وعند وارك الناقة وتقدمت حتى كنت كنت وعند وارك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فقلت له إخ فلما وضع الجمل ركبته إلى الأرض اخترت سيفي فضربت رأسه فنادرا ثم جئت براحل التي أقودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس قال من قتل هذا الرجل قالوا أبن الأكوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكريمة قال حدثنا إس بن سالمة بن الأكوع عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى فزارة وخرجت معه حتى إذا دنونا من الماء عرس أبو بكر حتى إذا صلينا الصبح أمرنا فشننا الغارة فوردنا الماء فقتل أبو بكر من قتل ونحن معه قال سلمة فرأيت عنقا من الناس فيهم ذراري فخشيتوا أن يسبقوني إلى الجبل فأدركتهم فراميتوا بسهمين بينهم وبين الجبل فلما رأوا الساهم قاموا فإذا امرأة من فزارت عليها قشع من آدمين معها أبنة من أحسن العرب فجئت أسوقهن إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم باتت عندي فلم أكشف أكشف لها ثوبا حتى لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقالا يا سلمة هب لي المرأة قال يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا قال فسكت حتى إذا كان الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ولم أكشف لها ثوبا فقال يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك قال قلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففد بها أسراء من المسلمين كانوا في أيدي المشركين قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا عكريمة قال حدثني السبن سلمة قال أخبراني أبي قال بارز عمي يوم خيبر مرحب اليهودي فقال مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال عمي عامر قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب يسفل له فرجع السيف على ساقه قطع أكحله فكانت فيها نفسه قال سلمة بن الأكوى علقيت ناسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بطل عمل عامر قتل نفسه قال سلمة فجئت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أبكي قلت يا رسول الله بطل عمل عامر قال من قال ذاك قلت ناس ناس من أصحابك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذب من قال ذاك بله أجره مرتين إنه حين خرج إلى خيبر جعل يرجز بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الركب وهو يقول تهلا الله لولا اللهم اهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا إن الذين قد بخوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من هذا قال عامر يا رسول الله قال غفر لك ربك قال وما استغفر لإنساء قد يخصه إلا أستشهد فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال يا رسول الله الله لو متعتنا بعامر فقدم فاستشهد قال سلمة ثم إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى علي فقال لا أعطينا الرأية اليوم رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله قال فجئت به أقوده أرمد فبسق نبي الله صلى الله عليه وسلم في عينه ثم أعطاه الرأية فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال قد علمت خيبر أن مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غبات كريه المنظره أوفيهم بالصاع كيل السندره ففلق رأس مرحب بالسيف وكان الفتح على يديه قال حدثنا هاشم بن القاصم حدثنا عكريمة بن عمار قال حدثنا إس بن سالمة بن الأكوع عن أبيه قال قد من المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا أنا ورباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة ابن عبيد الله كنت أريد أن أبديه مع الأبي ليف لما كان بغلص غار عبد الرحمن بن عيينة على أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل فقلت يا رباح أقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد أغير على سرحه قال وقمت على تل فجعت وجهي من قبل المدينة المدينة ثم نديت ثلاث مرات يا صباحا ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي فجعت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إلي فارس جلست له في أصل شجرة ثم راميت فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به فجعت أرميهم وأنا أقول أنا أبن الأكوعي واليوم يوم الرضعي فألحق برجل منهم فأرميه وهو على راحللته فيقع سهمي في الرحل حتى انتظمت كتفه فقلت أخذها وأنا أبن الأكوعي واليوم يوم الرضعي فإذا كنت في الشجر أحرقتهم بالنبلي فإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرديتهم بالحجرة فما زال ذاك شأني وشأنهم أتبعهم فأرتجز حتى ما خلق الله شيئا من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء الظهر فاستنقضته فاستنقضته من أيديهم ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وأكثر من ثلاثين بردة يستخفون منها ولا يلقون من ذلك شيئا إلا جعت عليه حجارة وجمعت على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمتدت ضحأتهم عيينة بن بدر الفزاري مددا لهم وهم في ثنية ضيقة ثم علوت الجبل فأنا فوقهم فقال عيينة ما هذا الذي أرى قالوا لقينا من هذا البرح ما فارقنا بسحر حتى الآن وأخذ كل شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره قال عيينة لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم ليقم إليه نفر منكم فقاما إليه منهم أربعة فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت أتعرفني قالوا ومن؟ ومن أنت قلت أنا أبن الأكوعي والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني منكم رجل فيدركني ولا أطلبه فيفوتني قال رجل منهم إن أظن قال فمبرحت مقعد ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلالون الشجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثر أبي قتادة المقداد الكندي فولى المشركون مدبرين وأنزلوا من الجبل فأعرضوا للأخرم فأخذوا بعينان فرسه فقلتوا يا أخرم إئذن القوم يعني احذرهم فأني لا آمنوا أن يقطعوا كفتائد حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالا يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق حق فلا تحل بيني وبين الشهادة قال فخليتوا عنان فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة ويعطف عليه عبد الرحمن فاختلا فطعنتين فعقر الأخرم بعبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقط له فتحول عبد الرحمن عن فرس الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلا فطعنتين فعقر بأبي قتادة وقت له أبو قتادة وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ثم أني خرجت أعد في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد فأرادوا فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروني أعد وراءهم فعطافوا عنه واشتدوا في الثانية ثانية ذي بئر وغرابت الشمس فألحق رجلا فأرميه فقلت خذها وأنا أبن الأكوع واليوم يوم الرضع قال فقالا يا ثكل أم أكوع بكرة قلت نعم أي عدو نفسه وكان الذي راميته بكرة فأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان ويخلفون فرسين فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة وإذا بلال قد نحرج زورا مما خلفته فهو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله خلني فأنتخب من أصحابك مئة فأخذ على الكفار عشوة فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته قال أكنت فاعلا ذلك يا سلمة قال نعم والذي أكرمك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حترأيتون واجذه فضو النار ثم قال إنهم يقرون الآن بأرض غطافانا فجاء رجل من غطافانا فقال مر على فلاء الغطافاني فنحر لهم جزورا قال فلما أخذوا يكشطون جدهر أو غبرة فتركوها وخرجوا هربا فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الراجل والفارس جميعا ثم أرضفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة فلما كان بيننا وبينها قريبا قريبا من ضحوة وفي القوم رجل من الأنصار كان ليسبق جعل ينادي هل من مسابق ألا رجل يسابق إلى المدينة فأعاد ذلك مرارا وأنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفي قلت له أما تقريم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي خلني فلا أسابق الرجل قال إن شئت قلت أذهب إليك فطفرع عن راحل التي وثنيت رجلي فطفرت عن أناقة ثم إني رابطت عليها شرافا أو شرافين يعني استبقيت نفسي ثم إني عدوت حتى ألحقه فأسك بين كتيفيه بيدي قلت سبقتك والله أو كلمة نحوها قال فضحك وقال إن أظن حتى قدمنا المدينة حدثنا أبو النظر قال حدثنا أيوب بن عطبة أبو يحيى قاضي اليمامة قال حدثنا إسو بن سالمة بن الأكوع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة والعشاء فابدأوا بالعشاء قال حدثنا أبو النظر قال حدثنا أيوب بن عطبة قال حدثنا إسو بن سالمة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا حدثنا حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه كان يتحر موضع المصحف وذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحر ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة ممرشات قال حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فذكر الحديبية ويوم حني ويوم القرد ويوم خيبر قال يزيد ونسيت بقيتهن قال حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة قال جاءني عم عامر فقال أعطني سلاحك قال فأعطيته قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبغني سلاحك قال أين سلاحك قال قلت أعطيته عم عامر قال ما أجد شبهك إلا الذي قال هب لي أخا أحب إلي من نفسي قال فأعطاني قوسه ومجانه وثلاثة أسهمين من كنانته قال حدثنا حمد بن مسعدة عن يزيد عن سلمة أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في البدو فأذنا له قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال أخبراني يعلى بن الحريث قال أخبراني إس بن سلمة بن الأكوعي وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا يعلى قال حدثني إس بن سلمة عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع ومال الحيطان في أن يستظل به إسحاق بن عيسى ويونس وهذا حديث إسحاق قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي قال حدثني موسى بن إبراهيم قال يونس بن أبي ربيعة قال سمعت سلمة بن الأكوع وكان إذا نزل ينزل على أبي قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا قميص فأصلي فيه قال زره ولو لم تجد إلا شوكة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا إس بن سلمة بن الأكوع الأسلامي عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاء إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى العلي الوهابي وقال سلمة بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في من بايعه تحت الشجرة ثم مررت به بعد ذلك ومعه قوم فقال بايع يا سلمة فقلت قد فعت قال وأيضا فباعته الثانية قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عدت إلى ظل شجرة فلما خف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبن الأكوعي ألا تبايع قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا قال فباعته الثانية قال يزيد فقلت يا أبا مسلمين على أي شيء تبايعون يومئذ قال قال على الموت قال حدثنا مكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب قال حدثنا يونس قال حدثنا العطاف قال حدثني عبد الرحمن قال أبي وقال غير يونس بن يزيئ أنه نزل الرابذة هو وأصحابه يريدون الحج قيل لهم ها هنا سلمة بن الأكوعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسلمنا عليه ثم سألناه فقال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هذه وأخرج لنا كفه كفا ضخمة قال فقمنا إليه فقبلنا كفيه جميعا قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو عميس عن إسي بن سلمة بن الأكوعي عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أو تاسل ثلاثة أيامين ثم نهى عنها قال يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيدي بن إسي بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن سلمة قدم المدينة فلقيه بريدة بن الحصيب فقال ارتدت عن هجرتك يا سلمة فقال معاذ الله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب فقالوا إننا خافوا يا رسول الله أن يضرنا ذلك في هجرتنا قال أنتم مهاجرون حيث كنتم قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني يحيى بن أيوب عن بكير بن عبد الله عن يزيد مول سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فقال أنتم أهل بدونا ونحن أهل حضاركم ترجمة نانسي قنقر